اشتركوا في القناة 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 اللي قدم نفسه شوف أحيانا مشروعي يكون أقل من طموحي قبل قبل ما تكمل شراك ناخد تقرير عشان قفى لموضوع لمة الجمعة ونرجع تقرير لمة الجمعة نشوف ونرجع لكم يا عيال ما نجد المتنت هنا استهلون وتلومنا بحبل أمة الجمعة هلا 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 يا مرحبا ويا مسهلا بهالينا وحبايبنا اليوم فقرتنا مفتوحة خذ راحتكم سووا لي تابون انطلقوا كلوا واشربوا اليوم مغريات اليوم شوف كيف شوف كيف طريقة جرد اللحم على العظم طبعا من ميزات الأكل انك تتفرج أثناء تجهيزة هلا الحاش لا يا حالي فيا ورد هلا هلا فيا هلا لا يا حالي فيا ورد لا يا حالي فيا ورد داخل من رحمة الله بالقواة لا يا حالي فيا هاي بس 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 خستة خستة لاي واس لاويس لاوس يا مشاوي الحق النظيف باش؟ دعوني أكملها مرح لوق المراج الغيمة ما تنطير الأديمة بتسكر رفاقة قيمة طول الدهر ينزول والله عطاني رفاقة مثل الزهر في باقة للمراج السفاقة والقمتة يرقون يبقيل بعد العسرى يسرعين ما هو يسرع واليمن بلية يسرع تستنزف المطور بنيف خروا على الناس يبني حب الكوشتاك يا ابنيف والله فقطة قد ونسبنا يا عريبينا لنسب سلام يا عمدة القارية سلام يا عمدة القارية عم خلي يخشي على خلا من كل حاسد و شيطاني من كل حاسد و شيطاني من كل حاسد و شيطاني شفنا تقريبا فكرة سعود غربي لاحظوا أن سعود غربي مركز على موضوع التجارة سواء للشباب أو سواء للأسر المجرس يعني هذي فكرة هذي هدف مهداف البرنامج البرنامج مزيد رصيدك هذي فكرته قولي علي أنه تحافظ على رصيدك ممكن ممكن بس أنه التنويع واجب عليك في الفقرة يعني فقرة ترى ممكن مش هدثة علي جداً لأنه فعلاً واقع الأسر أنه بعصها الجمعة فيه لما في اجتماع الأسرة في اجتماع العائلة يعني مثلا تقول لو جاب دائما تلقى الاجتماع لو سوهم سابقات بينهم جاب ذبيحتين مثلا نطبخوا فريقين يطبخون ممكن أسرة طبخة واجمل طبخة ممكن أجمل طبخة لأنه معروف أنه لما تلقى أغلب العوالي تجتمع مثلا في بيت الكبير بيت الجد بيت الأبد فمحاذية الواقع لناس فالتنويع فيها واجب سعود ما قصر في أيام ماضي بس برضو في تركيز كبير على التجارة ما يمنع ولا التداخل مع عداف البرنامج لكن زي ما قلت لك ما يمنع أيضا برضو يغير بالناحية أخرى أو بجانب آخر جميل هو ترى على فكرة النسخة هذه في فقرة متعودين عليها وافتقدناها مثلا كرسي الاعتراف يمكن زد صندتك أو شيء يعني بإعداد نتكلم عن كرسي الاعتراف بمعنى كرسي الاعتراف اللي فيها زي التحجير وفيها ما كان موجود اللي ماسكينها عبد الرحمن وعبد العزيز عبد الرحمن وعبد العزيز كان يقولون من وين نعدل بعض الأشخاص يعني ما يكون عندنا أداد كافية أو ما يقدر أو ما عندنا خلفية لبعض تفضل صدر محمد الماضي أو المشاركات محمد الذهلي جايب لنا حلوة عمانية السلامة لبركاته حياك الله يا محمد يتمعك ما يكب الله الحلوة هذه حاطينه في جنبية حلو مرة جيت مطار ومرة حلوة مرة بدون وحسبنا جنبية حقيقية حبيبي أبغى من محمد شي أبو إذا كان مدهم موجود طب تعال جنبي لا لا هنا هنا دعمك جيت أبعطيك مايكي تنسمح حولي العداد أينعم طير سمع أبغى تعليقك على المقاطع اللي جت من ألمانيا أوه والله زيني أعطتني فرصة أولا أحيي الدكتور سلطان البارح لأنه هو اللي لم أحتف الفيديو أنه ظاهر وصلت المقاطع من جهته فأنا أتمنى من كل قلبي أن الرسالة اللي تؤديها قناة بداية وليؤديها نجوم زد رصيدك ستة وصلت فعلا إلى أدنى الأرض من كل مكان إلى أوروبا إلى شرق آسيا إلى كل مكان وأحيي كل الناس وأسأل الله العلي القدير أن يجعلني حسن ضنهم أسفاعد يا محمد عزيز وغالي أحيي السيفين والخنجر والحلوة عمانية والحلوة عمانية الله يسعدكم طبعا اليوم كانت مثل رسالة محمد الثماني في مؤثر من الجمهور اليوم كانت من غزة أو من فلسطين ورسالة محمد ذهر اليوم كانت من أو أمس كانت قبل أمس كانت من ألمانيا توقع أنه هذا يعلي موشف مسألة واضحة وتؤكل الجمهور انتشار وحضور وتواجد قناة بداية جميع الفئة المجتمع سواء كبار أو صغار أو ذكر أو انثاء جميل والخواجر كان معنا قبل شوي ومشى طيب الآن فيها الورقة هذه هذه سلمت من الأعداد لفارس البشيري تم تسليم حقيبة أفكار المتسابقين لرئيس البلدية فارس البشيري مع الاتفاق بترتيب جدول فقارات أو بترتيب جدول لفقارات المتسابقين بأسبوع أنا ترى أقرب المقلوبة رئاسة للقرية وعلى ذلك جرى التوقيع ويتم تسليم الإعداد الحقيبة بعد انتهاء رئاسته إدارة الإعداد ناصر الحربي ورئيس البلدية فارس البشيري طبعا هذه سلمت الفارس لأن حقيبة الأفكار تسلم لرؤساء البلدية وهم المسؤولين عن ترتيب الفقارات وإعدادها يعطيكم الصحة العافية يا إعداد ويعطيكم الصحة العافية يا شباب ووائل ذرجع معنا وائل صباحك سمو يا وائل صباحك تفاول وإنجاز صباحك ذرية يا وائل صباحك ناس مبشرة بالخير مثل وجهك يا بو فزاع هم هاي الخير في وجهك إن شاء الله الله يسألك بس أبو فزعتر الشاشة عندي ما يبشغل ألو تسمحلي بس عشان أشوف الله يسعدك طيب ظالم كفتحوا الشاشة خلنشوف وجه وائل أنا ودي أشوف وجهكم الله يسعدكم يا مرحبا وائل باختصار عشان عندها كلام كثير تفضل يا سفير سمو أول شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أتم علينا هذه النعمة والحمد لله الذي يجعني سفيرا لهذا القرآن جسر أول شيء إحنا بنين من الصفراء الثلاثة من عبد المجيد الفوزان محمد الدهلي وختام أنواعي الخواجي طبعا أنا حاب طالح هنا أقول الحمد لله وشكرا للناس اللي وقفت معه في دوريتي نايف القاضي أم تركي محمد الجار الله حتى اللي دفع ليه والله لو عارف اسمه أو 37 هلال اللي ذاكروا في المجلس والله لو أقول اسمه الآن أقول لهم هنيالكم بهذا الوقف هنيالكم بي اللي بيجيكم من أجر بجين بعد جين حافظ الكتاب الله وإنتوا شفتوا في زيارتنا كيف أنا بس أبقل علي الغامدي يا علي الغامدي أنت قلت لي اليوم قبل لكم مش الروم ها قلت لي لألف مبروك ما بقل لا عايد والحبيبي الله يسعدك يا قلبي الله يبارك فيك ألف مبروك لنك كلنا آمين يا رب العالم الله يبارك فيك أنت نقول عليك عريس الليلة اليوم لأنك أنت المتوج كلهم إرسان يا حبيبي كلهم إرسان يا حبيبي كلهم إرسان لب قلبك طيب يلا لأنه أنت سفير هالأسبوع صح والله الحمد لله نعم والكل عريس في هالليلة والكل فرح والكل سعيد جدا منه نحن كتوارد في كلام اليوم من جميع الفقرات ومقدمين والإعداد والقناة بعمومها باكتمالها الوقف وأنا الله ملك الحمد دخلت فيه تحدي أنه لن يصل نصف البرنامج الحمد لله والوقف مكتمل اللهم لك الحمد تعديد نصف البرنامج بقربة أربعة وخمس أيام واكتمل الوقف اللهم لك الحمد باكتمال عشرة بالمئة اليوم من الشاعر محمد جلالله الله يعطي العافية والله يجمل حاله اللهم لك الحمد عند الخير الكل يقف والكل ينتحد مع بعض لإكتمال هالوقف وهالأشياء الجميلة الله يوفقكم وأعرف أن هذا الأجر كله ينصف في ميزان حسناتكم يا شباب اليوم أقول أنا أقول وراسي مرفوع يا شيخ طلال تعال نبشتك ويمني في غطرة أخوك يا مساعد هذا شماغك وهذا شماغي لبسته اليوم والله أنا ما قد نبسته اليوم الحمد لله وإن شاء الله وقف ثاني وبإذن الله إن كتب لي نصيب حيقفل برضو على يدي مع زملائي وأخواني السفراء اسمو عارفين كم عددهم؟ أنا أقول عدد سفراء اسمو في القرية من 200 إلى 250 من عمار يا تك العاف يا وائد موضفين كل شيء كل شيء هذا ولا ساهم والله العظيم يد واحده ما تصف يا تك العاف يا وائد وجه الخير وجه البشائر يعلم الله أنت لك معزة وكل يوم تزيد وتزيد وتزيد أقول الله أني وفق قل آمين اللهم آمين ويزوجك واحدة تشبهني قل آمين اللهم آمين يا أبو هزاع شا سمعت أنت تزيد يا أبو هزاع والله أنا كلنا نحبك الله يحبك أبو هزاع سمعت الدعوة اللي دعيتها لك وأنا أقول آمين يوم قلت يا زوجك واحدة تشبهني أي ومش فيها يا أبو هزاع والله شاكرا أنك فرق عاطفي أبشت طرع عمرك طيب أبو هزاع بس تكفين هزاع هذا جزات يا وائد يرقع لك إلادي سالم قبل أن ندخل سالم وسعد اسباعي سالم وسعد اسباعي عايزين نكون في الكنفوش الروم طيب هاني بدأنا ندخل على موضوع الدخالة الديوانية الدوانية؟ أو لم ترجمع أو عفوا أن مؤتمر الجمهور مؤتمر الجمهور جاهزا للتقرير طيب نشوف تقرير نشوف تقرير مؤتمر الجمهور ونرجع نتكلم فيه المقطع اللي راح أعرضه الحين هو اللهم لك الحمد لله شكر من أشياء اللي نفتخر أن برنامج زد رصيدك أنه طرع فيها ثمرة هذه يعني شعوره والله العظيم ما يوصف كان المعارك طيش تحناه للطيش وكان الحروب هبال تحناه بالي راشد القحطاني يثبت نفسه بكل جلسة هو يتميز بحضوره وسوالفها القوية والممتعة جمهورك معك وبالتوفيق لك ثلاث المرح فارس ومساعد ومجيد يرحم من رباكم ما نريد أن نشوفكم كاشخين بالبراين الخامس صرف مستمرة ولا فيها حديقات عوبدا فيه استمتاع إن شاء الله الجاية أفضل وأفضل فارس يضر الشي لو صور الأناشيد كاملة بوريك متقن وصوت رائع ما ينقص إلا ظهار الأناشيد بشكل كامل البرنامج فرصة يا فارس أنتوا قايلين تطبيعونه ورقب 100 ريال إيما خالف أنا مفتقدة بشكل كبير جدا ويعلم الله يعني أنا كنت أتمنى أنه كان مع والدتي وأختي وخوي تسلك لي ذاك اليوم أنت تكون تعبان أنا كذاب أنا فأقول كذاب أمي قالت وعلى فكرة أشوف المبادرة أشوف حسنة جتني وأنا ما يعرف وأنا جالسين في المتسأل وغيرها إن شاء الله كثير الله يحفظه ومسعده يا رب بصراحة أنا سعيد جدا وشكرا لهذه الطاقة اللي أعطيتوني إياها هذول الجاسين ورواعي الخواجي يطلبون مني داخل القرية أنا داخل القرية أقدم وهم برا يوصلوا رسائلي مو رسائل ورواعي الخواجي أنا فريق الدعم حقي وأقف مع كل إنسان أنا موجود هنا يقدم الإبداع تروا إحنا هنا رسل سلام طلعوا قد فضيحة ليش مو بانا مو أنت أنا تبري من نفسي أنا صغير شكرا كل من رسال فيديو كل من دعامني كل من قرر التغريد وأنا مدريبها طبي 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 رحوا رد حقك أنا مريد أرد لهم خلاص أنا زعلان عليهم تعب خلق عندي تعب خلق عندي أنا زعلان عليهم لو ما أطلع من البرنامج اللي بهالجمهور الوفي اللي فيهم خير تصدقوا عني وعن والدي وعن والدتي وعن ابنتي والله العظيم أنه يكفيني مدى الدهر عز الله أني محتزم ومن هذا المقطع أحب أقول عن أخويي وجمهوري أطلق عليهم لقظ كتبة القادحين وهذه تحية لهم يستحلون شوف المفاجأة يا محمد أيوم شباب مستنيف كل شيء أيوم أشكرك سيد ناصر عن هذا الشيء طيب الله يسعد أنقلت نفس الشيء تحايا أهالي السلطنة وتحايا القماهير عندنا في السلطنة لكل المتسابقين دون استثناء وليه محمد بشكل خاص موسيقى موسيقى يلا 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 زد راسيديك يلا 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 زد راسيديك يا مرحب أحياكم الله أنا جاني رسالها قبل شوية على الواتساب ترى واي اليوم دعا أنا ما فهمت يعني مش قاعد يقول لهم في صوت فقلت آمينة مدرش الدعوة يعني فاللي يرسلي ترى مدرش الدعوة موسيقى مكم الاول أنا مستغرف أنا ما اتوقعت فيه كلم نفسي كله ك broadband وله أنت قطع والله وجه اعتدار مباشر حين صرحة تسحب الدعوة حق وحال اعتذر منك وحال ومن دعوتك اووو اللا برك الله في الشيطان والله اتكم العافية ناصر الحربي شكرا على هالمتعة وهاالإضافة وهالمفاجئة لمحمد الذهري يعني كانت مفاجئة جدا جميلة أفضل من مفاجئة وائل لي نكبة وائل لي نكبة وائل لي والله ما سمعت تصدي كان مفاجئة جميلة جدا صوت أخوه ما شاء الله تبارك الله شارك وعفا مشاركة أخوه مداخلته أيضا مشاركة والد وائل خواجي أيضا شفنا كيف سعد وتوجيه عجبني الشباب أنهم فعلا الآن يعني حسوا بالمسؤولية اللي عليهم هم حاسين من أول لكن أحس من كلامهم شكرا من الجمهور أنهم حاسين بالناس الوراهم حاسين أنه فيه ناس تستمتع بحضورهم ناس تستفيد من كلامهم ناس تلقن أطفالها ما يفعلونهم في القرية من أشياء جميلة ناس تعتقد أنه الرسائل اللي تقدم جميع الشباب أنه أكيد إيجابية ويستمتعون بأداءهم ناس وراكم وخلفكم دعمين لكم ويدعموكم من كل جهة ومن كل مدينة ومن كل دولة أتمنى أن هالشي يكون وصل بشكل كامل من فقرة مؤتمر الجمهور اللي قدمها ناصر حربي للشباب اللي كل أسبوع ما شاء الله لاحظ أنه كل واحد جاء رسائل من باكستان لاحظ من المغرب من غزة رسطين ومن الحد الجنوبي يعني رسائل الجنوبي اليوم أيضا فيه رسالة من الحد الجنوبي من الحد الجنود الله ينصروا إن شاء الله يا رب فالحمل علينا ثقيل والتواجد والله العلي العظيم من الواحد صار الآن يحسب أي كلمة وأي خطوة لها في البرنامج ما شاء الله باكستان هاني أقول لك وش اللي يجيني ولا ما جاك اللي جاني الناس كلها تكلم عنك لا الله يحفظك الله يحفظك شو اسموها لا في ميزة أخرى في مؤتمر الجمهور مش دهتك رسالة من تبصت لا أنا أقرأ لك كلام من الناس عن فواز يقولون فواز خاف فواز نخلق شوالك فواز الناس كلها تأتي هو لا بد الواحد يكون عنده اي شو بلوماسية اي اللي ما يخاف ترى مو شجاع نعم صح والخوف ترى نصف الشجاعة برقض في الصالة لليلة طيب فزع والله كلها نأسا لحالك يو فزع نعم بقي در نرقض في الصالة لمده شهر راقد هنا في الفندق غاه إلي ما تقريب وراهم بهالي الشسمدة ولاشي أنا clients أقول مؤتمر الجمهور هو المنفس الوحيد للمتسابقين تسمحني أعدلها صلو مؤتمر الجمهور هو منفس المتسابقين ومنفس الجمهور يعني هو نافت الجمهور ولمتسابقين زي ما كانت نافذة للمتسابقين لكلام الجمهور الجمهور الآن ما عد هو جمهورنا اللي نعرف إحنا بالعادة لا الجمهور من جميع أسقاع العالم وهذا الجمهور من زمان يتابع بداية من الأردن وفلسطين وسوريا والمغرب وعد وكستان أنا شخصيا تواصل معي واحد في سناب شات من أحد دور خيري والله الناس من هذه الدولة بس أنه الآن مبتع في أمريكا يتابعنا عن طريق الرابط اللايف يعني إذا انقطع حسابه اتش يو أو كده لا 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 يا كبتن شفيع لا أنا الحساب يقلل حسابه لا 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 ما نذاكر حسابه حسابه يبدو حرف الاتش مشهور يتابعني أيضاً يتابع مجموعة الشاب إذا انقطع الرابط البث المباشرة طوي يسلي ليش انقطع قلت والله ما أنا بمكتوب في جبتي اي تي بداية ما يدخل الشاهد يعلي أن الرسالة اللي جاستصل للناس أنه قناتكم هي ليست قناة محلية هي قناة يتابعها من الناس من أنحاء العالم أكبر دليل الجائزة اللي توجد بها القناة قبل ثلاثة أسابيع والسباب أيضاً جمهورك مهم ربعك القريبين لا جمهورك من كافة الحائم وترى متسابقين خمسة لما زاروا دول الخليج لقوا احتفاء ولما زاروا الدول العربية لقوا احتفاء جميل خلني زيد وصلك حبل موتبر الجمهور يعاكس أو مو يعاكس يتناغم بس بجهة أخرى مع كلام اليوم كلام اليوم مش وجه الجمهور ومش كلام الجمهور يعني الآن إذا جينا بعض الجمهور يطلب مننا بعض القضايا وبعض الجمهور يطلب مننا أنه فلان نوصل مليون مشاهدة هذا مو بلنا نحن بس نقرأ نقرأ من كلام الجمهور ونقرأ الشاشة ونقرأ الأحداث ونطرح في الأخير وجهة نظرنا وبالبداية سأترى صدق هذه النقطة مهمة اللي أطرحها أنا هنا أطرح وجهة نظري أحيانا وجهة نظري متوافقة مع شريحة من الجمهور ومخالف شريحة أخرى أكبر المكان المناسب للجمهور هو مؤتمر الجمهور يعني فرض مؤتمر الجمهور يتوجهون لإعداد فقرة مؤتمر الجمهور وأظن فيه جزء من الإعداد هو فريق الإعداد اللي في دائل النساء اللي يشغال في الشكرهم طبعا ونثمن جهودهم سواء في الإعداد أو في اليوتيوب الاختلاف في وجهة نظر لا يفسد ودي قضية يعني لما أنا أختلف مع فواز ما معنى أني أنا أكره لما أختلف معك أنا موانا أني أكرهك عادي طبيعي أني أختلف معك فواز نظر لما أقول عن مثلا سين له أداء معين له حجم معين له شريحة معية يمكن وجهة النظر هذه ما ترضي الجمهور المعين للمتسابق هذا لكن مو معنات أنه هل وجهة النظر مستمرة مع النهة البرنامج كلام اليوم متغير باليوم لأنه إذا اليوم أنت ما أديت كمتسابق بكرة تأدي بعد بكرة يصير عندك درب بعد بكرة ممكن تسمحوا لي بممتاز عشان بنخش والله في حدث كثير ممكن عندك اليوم الفلاني عندك رحت المستشفى فانشغلت اليوم اللي بعدها قديت وكان عندك فقرة اللي بعدها كان عندك حضور طبيعي أنه يكون مثل سوق البورصة ارتفاع ونزول طيب اليوم كان في جلسة ولا نتخلينا نتكلم عن الديوانية بدنا ندخل على الجلسة عبد الرحمن وكلامه عنه ابنا مع يدي وكلام جميل جدا ناخد سالم وجود شباب سالم تفضلي سالم صباح الخير سالم صباح النور أصبح عليك يا أبو فزاع أنت وابو شوق واخوي علي الله يصبح من نور الصباح يا مرحبا افتحونا الشاشة عشان يشوفنا ونشوفه نشوفك ياهلا والله يا سالم الله يهل لي بكرة أحبك تفضلي سالم نبيك حن ناديناك لكنه الدنيا قبل ما نناديك هل أنت أو شي رأيك في سالم من الأسبوع اللي فات بصراحة صراحة أشوف نفسي مقصر شوي سبوع الإطاف أكثر مرة رحت المستشفى وأكثر مرة غبت عن البث قلناه مصدع راس فاعتذر من الجمهور أولا واعتذر منكم صراحة هذا اللي كنت بقوله سالم صباحك الله بالخير صبحت من نور يا بشوق وحيد الصوت حينباك أنت سالم حضورك جميل وراعي يمكن السبوع الماضي كان لك ظروف كان ودي تبينها للناس هذه النقطة الأولى النقطة الثانية سالم في ناس كثير تنتظر صوتك تنتظر حكيك معجبهم حضورك من بيت الحكمة نهاية البث الأسبوع ماضي صار ظرف أتمنى الأسبوع جاي يكون حضورك أقوى زي ما عودتنا بإذن الله الله يعافيك يا بابا دراس سالم صباح الخير صبحت من نور يا أخويا الله سعدك وبارك فيك حبيبي أنا أثني كثير على حضورك في بيت الحكمة مع الآباء فهذا والله اندل اندل على احترامك للآباء واحترامك للوالديك والكبر السن عموما حمد الله واندل أيضا على تربيتك الجميلة والرائعة جدا صار محترامك وجلوسك معهم ترى أكبر دليل يعني تحضر من الساعة 9 توقع مع الآباء إذا نهاية البث فشكرا لتواجدك وحضورك لو هلفت البسيطة فقط والله العلي العظيم تكفيك لنهاية البرنامج شكرا لك سالم يا باب عدرا والله عني أستبيد مكبار السن صراحة والله أنك تستاهل يا سالم وحضوري للبيت الحكمة هذا واجب مفروض اللي كل يوم لكني مقصص صراحة أنتم تمدحوني لكن والله أني مقصص يجعلك تشلم يا سالم متأكد متأكد أن في داخلك شعلة لابد أن تستعل وتنيرنا الإبدال بداخل سالم بإذن الله الله يوفقك حبيبي آمين سالم الله تكتصح والعافية ومن يقول يا ابو فزا أنا أو شي ما أهني كنت أنا هني والدينك فيك ظاهرة تربية وظاهرة أثر التربية الإسلامية صراحة يا سالم اللهم امرك وأنا شفت الوالد على طول خلاص عرفت يقول الكتاب من عنوانها عرفت الأمور كلها أبعد راسي والله الله يصيدك سالم ومجمل ومجمل الله يجملنا ويجملكم جميع تبتضيف شيء غالي أبعد راسي الله ياتك العافية الله يصطر عليك تسلم تسلم بداية بتتعرف تحنا ودنا ودنا نتكلم في الديوانية والجلسات اللي صارت بعد الديوانية عشان ودنا ندخل في العمق عسى الوقت في أول شيء مشاريع الشباب وندخل في تحليل شخصيات الشباب طيب طيب في تقرير جاهز عشان نتكلم عن الديوانية نطلع تقرير الديوانية لا تقولوا وين كنا واكتفوا بالعذر منه التقينا وما علينا وربنا شهد علينا وغيدا تفج القلب ظنج وتبختات فيها تحير عقوم وتبحلق عيون وفوح صدري فوح دلها على نار القهوجي عنها شغلها التليفون على الكريم مدلها الطرقي المار وجه السعد عون الذي ما لقى عون بيته خطاطيره طويلين الأشبار مطوعين الكود الكود عيافة الهود أنا ودي صراحة أبس مع من محمد بس أنا عارف محمد يقول رجع المعارف أنا عارف المشافر إن كنت لست معي فالذكر منك معي أراك أراك قلبي حياك والله لا تستر همومك بصمت الارتياح صدرك يكل ونظرة عيونك تبيح ولا يزعجك كثرة توسل والصياح ومعازف أهل الذنب ودفوف المديح وقع الكلام أشد من وقع الرماح اللي يارماها الله على لسان الفصيح هل من المطلوب من الشاعر أن يكون كل كلامه ما في حشو لازم يكون كل كلامه شعر ولا يعطي الجمهور اللي يبغى أسبوع مرعولة وصل منك مرسال يقوى قلبك كيف تقطعني أسبوع قلت انتهينا وقلت لك خير يا طير ماني بأول شخص يخزر غرام على شفى عيني دموع فراغ مدري متى عيني بتذريفها مدري متى عيني بتذريفها وش أقول للدنيا كفى وعيش راضي مقتنع هاي وحسب حسابا يا حبل الرجالات انقطع وحسب حساب الله يا حبل الرجالات انقطع هاي 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 الله نطيف الله يا مرحبا حياكم الله رحب فيكم بعد التقرير الثالث ما شاء الله اليوم التقرير مشاعل له والشغل له على قوله من نار اليوم الديونية كانت جدا مليئة أول شي مليئة بالخير مليئة بالخير من وجه الخير نسميه وجه الخير الشاعر محمد جار الله سهلي الله يكتب أجرك يا محمد جار الله سهلي ويرحم من رباك على الطيب الله يخلف عليك وهذا وعد الله سبحانه وتعالى انه رح يخلف عليك بإذن الله وأفرحت المنطقة كلها قبل أم تركي ما شاء الله تبارك الله تقريبا خمسة مليون ومئة ألف ريال واليوم انت اثنين مليون وثمامية ألف ريال الله يجعلها في ميزان حسناتكم وكل من تبرع وكل من نشر وكل من دعا وكل من حف له الأجر والدال على الخير في ديننا كفاعلة أزاك الله خير معنا سعد السباعي وودنا برضو ندخل سعد معنا ينعلق على أحداث الخيمة لأن كان سعد عنده مشاركة ولا طلافية سعد صباح الخير سعد أرحب بفزاع صباح الخير صباحك الله بالنور والسرور مدام أنك مكشخ نبدأ نعتبرك عضو معنا في كلام اليوم ونبدأ نعلق على الديوانية وأنت موجود معنا جاء لك والله تعسلام طيب اشتراك اليوم في الديوانية يا سعد والله أول شيء بيض الله وجه الشاعر محمد جلاله السهلي واليوم أبدأ هو وأخوي معاد الجماز غنيين عن التعريف لا يحتاج شاعر كبير ومنشد كبير أكيد بوجودهم تكون الديوانية من شاء الله الله أعطيك العافية أبو وليد أول شيء الديوانية والسعد الديوانية وسعد موجود معنا الديوانية ما أشاء الله تبارك الله اليوم نقول ليلة احتفاق في الديوانية بسبب اكتمال الوقف وضيوف جميلين جدا وزي العسل على القلب محمد جار الله والصديق الجميل مع هذا الجماز يعني شوف هذه الشيء الجميل في قناة بداية بالعام كان متسابق السنة هذه ضيف وحل علينا أجمل ضيف مع هذا الجماز ويستاهروا عقبال الشباب كلهم سعد سبيعي أرحب بقي مرحب شونك خير يا مرحب طيب خير أبشرك والله ما شاء الله أخوك بره شغال صح لك أخوك شغال بره صح سلطان بيض الله وجه أبو ياسم تستاهل 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 الطيب الله يسعدك حللنا يومين نتكلم معك بالنسبة لنقاط مسابقة درسي ذك أتوقع غرد بو يارن وفي الظهر توقع تعويض أو شيء معين بالنسبة للمسابقة أو بالنسبة لإجابات اللي أخدتها اللي أتوقع كانت خطأ ولما عاد الشاب ونبههم الجمهور أنه صحيحة تمت المراجعة أنه فعلا صحيحة وبيتم تسليم أيضا درجات لك ورفع لك في الرصيد هذا ما تعودناه من أبو يارا ومن الإدارة كلهم إذا في خطأ على طول يتم تدارك وتصحيح نعم هذا هو شيء أنا أقول ألف مبروك لك أنت بتواجدك بسقرة السعد بكل شخص يقف خلف سعد السباعي أن تمتلك قاعدة جدا جبارة أتمنى لك التوفيق ويحرص على رصيدك أمين إياك بيض الله وجهك أبو شوق أنا بقول لسعد كل موحدة سعد أنت نجم ورقم صعب في البرنامج أتمنى أن تستمر لي آخر برنامج جعلك ورات أسلم أبو شوق بيض الله وجهك هو لازلت غير راضي عن ما قدمت أطمح بتقديم الأفضل إن شاء الله وحنا نطبح والشاشة سطمح والجمهور يطمح لأن هذا شيء مهم جدا يملى شاشة جمال ويزيدها جمال فيك يساعد الجمهور الساعد اللي مليان خلق وأدب وكرم جعلك ورات الأسلم بيض الله وجهك من طيب بك أبو شوق أنا هرب لي بعض الفقرات اللي بتصرد ما يساعد لا تفضح لا تفضح شيء يعني امشي معي سيدة قبل لا أقول امشي معي سيدة عشان ما أعلم لا 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 تخدمي فإذا كانت وطبقت نفس الشيء لجاني شو اللي أعلم بإذن الله أبش طعم لك سعد الله تكصحها العافية منتظر فقرة بكرة وصرت يسعد أساسي في الفقرات تخاف حتى لو طلعت بره فقرة بتكون ثابتة لازم ننوع شعر إنشاد لا 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 مثلنا فقرة السبت هذه صارت بتخصص سعد عصرية سعد لا والله يبقى فزاعة أخويا كلهم في يوم الخير والبركة ما هي بتخصص بقدر ما أني يا رجل من جاء خير منحصل خير يستاهل جاي لك فرات أسلم حاولني أبادر دائما بيسعادهم وسعاد الجمهور ولا المكان أبد اللي بيأخذ عني يوم السبت وبيقوم به مرة كلبونا في الحال واحد تبني نصيحتي يا سعد لبيه لا تكون طموح خلك طماح الطماح وطماح شكرا يا سعد طيب بعد الخيمة كان في جلسة زي الحملة سوها عبد الرحمن بعد الديوانية طبعا نصار في جلسة هنا ريالتي بدنا طلعنا على فتح موضوع العم والخال وكان بطريقة جميلة جدا هي تراها ما عابها أو ما نقص عليها لشي واحد بس ممكن ممكن أنها كانت مرهقة بعد الخيمة ولا كانت جميلة وكانت هدفها نبيل اللي هو الأم والخال والأقارب والوفاء بحقوقهم شراكي هاني تنفع بعد الديوانية بعد رهاقة الديوانية جميلة لو لا أنها كانت بعد دونية بس ما لهم عبد الرحمن زحمة الفقرات زحمة الشباب خلها زحمة فقرات الشباب وترتيباتهم وشفت أمس نقاش الشباب كله يبغى يبغى الفقرة وهذه منافسة كله يجب تأخذ قسمك على دوتهم من أخير القسم أنا أتوقع لو أعطيت الفرصة كاملة عبد الرحمن في أعدادها الفقرة بشكل أفضل ممكن أدى بشكل أفضل لو ما كان في دوانية اليوم ولما تجمعها توقعتها لو كان في تناسق مع الأعداد مثلا ومع فقرة عبد الرحمن ونسقت له من قبل أتوقع أنه بيأديها بشكل أفضل وبدوات أفضل وبشيء أجمل عبد الرحمن يقول ما راح نسق مع الأعداد أنا أدخل وأبدأ على طول هذا الذكاء أدخل وشاف الناس متجمعة وأحيي الضيف العماني اللي جانا صديق لخيوب صديق محمد الدولي أحييه وأقول أنت في دارك وعند أهلك ومنزلك في القلب وفي العين وعلى الرأس بعد بس عندي تعليق تفضل معاد اليوم دشن شيلا أو أكثر حضوره كان جميل نعم وهذه رسالة مع معاد متسابق السنة الماضية هو ضيف الفقرة مهمة فقرة الدولية السنة فس أنا سبحان الله أنت تشاطرنا الفكرة إيش تقول يعني للمتسابقين أقول يعني شوف هذولاك الخلف وسلف هذولاك السلف ممكن تصير زيهم إذا أحسنت إذا أحسنت وأحسنت وأحسنت وتميزت وعملت وشتغلت على نفسك كلها شغال شغال في الأخير تم استضافته في الديوان كلها تحت باب الحسان ومعاد ترى السن الماضي دشن شيلته يا رائعي لكيف تجاوزت حجز المليون أتوقع هذا الشيالة في الطريق ويستحقها معاد محمد جرلس هلي شاعر يمكن تربينا كلنا عن جزء من قصايده وقصايد كثير نعرفه حتى الشاب اليوم أنشدوا جزء منها وذكر اليوم مفلح بالذكر الحسن لذلك أنه أنشد شيء من قصايده وأدري أنه أطلع براهم لكن أحييه وأتمنى أنه كان موجود منه ما شاء الله محمد جرلس هلي مثل القصيدة يتجدد يعني كنا نتابع نقرأ أخباره أيام المجلات الشعبية ويام القنوات اللي كانت تهتمي ويام قلسميين ويام نحاف كلها ترى من الشعراء النوادر اللي انتقلت الإعلام انتقل إلى الإعلام الجديد توجه لإستجرام والسوشيال ميديا انتقل معها بعض الشعراء توفوا في انتهاء المجلات والجرائد والصحف لكن لما انتقل الإعلام الجديد وانتقل للسوشيال ميديا والإستجرام وتويتر انتقل معها وتجدد وحضور جدا جبار هو يعجبني فيه مفرداته مفرداته خاصة فيه يعني هو ساعد عليه واشتقلوا بنفس الجمهور دائما وفيه فلسفة شوية الكويت ولاده للشعراء ما شاء الله تبارك الله يعني مميزين كلهم يعني كثير من أغلب شعراء الساحة أيضا يتميزون منها الكويت نعم هو يعني المفرد عندهم جميلة جدا سهلا يهتم بالفلسفة وما شاء الله تبارك الله فيه حاجة تعجبني فيه الحفظ جماعة الخير الشعر يملقي القصيدة من صدره ما هو مثل يملقيها من يده صح تحس بإحساس الشعر ولا الكلمات الأصل عنده الشعراء إنهم يحفظون قصيدهم أحيانا بعض الشعراء يعني زي ما تقول تغيب عنه القصيدة أو كذا فتكون حاضرة خاصة في اللقاء التلفزيونية ما يمديك زي ما تقول تلعب في الموضوع ذا لأنك في لقاء تلفزيونية محمد جراليوم أبدع جدا 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 في هذا وجماله ازداد بيكمال وقف طيب الله أعطيكم الصحة العافية الآن بأن التحدي معنا 12 دقيقة بنستلم 20 متسابق بنعطي كل متسابق من 30 إلى 40 ثانية أعزائي المشاهدين أحداث اليوم تقريبا خلصناها وعلقنا عليها وأضفنا لها بعض الإضافات وأضفنا لها بعض الشغلات اللي من قراءات الشباب هنا الآن بطرح اسم وعلقه يعني أي واحد خلقوا الكلمة تفضل خلقوا الكلمة كلمتين لا أخذ أتوقع أنه ما يمدينا بطمع جدا إن شاء الله بدر علي شاء اسمه الكلمة لك إذا علي بيضيف يضيف إذا وجهت لك متسابق إنت تتكلم فيه وان إذا بيضيف يضيف بندر علي كبير السن وعقل وأخلق يا سلام عليكم بتضيف بندر ما يحتاج بندر وتغلب على نفسه نفذ أكثر من 90% من برامجه فرض احترامه على الجميع صحيح شخص ما شاء الله مثابر جميل في كل شيء لا تمزح ما بندر مزح شوي لكن صراحة تفوق على نفسه وقدم نفسه بشكل جميل مجيد الفوزان مجيد ما يحتاج غاب السنوات كاملة في الإعلام وتجدد وحضر نفس مجيد الفوزان سابقا المتسابق الذكي والمتجدد والمرح والذكي والعبقري وشغلات كثيرة في عبد المجيد الله لا يضر عبد المجيد طاقة إيجابية قاعدة تتوزع على زملاء قاعد يتحرك ويتحرك مع أشياء كثيرة عبد المجيد عليه ثقل كبير كان نموعه ثقل تاريخها الإعلام ينسى كله وعاش كمتسابق صح في شغلة حلوة عبد المجيد عبد المجيد يحترم الجميع صح ويحتاج الجميع ويحترمونها الجميع ويحتاجونها الجميع الله يوفقه ويسعده وتراه يتوازى مع محمد عثمان في المشروع تراه عنده مشاريع كثيرة من ضمنها شجاعته في مواجهة مرض السكر وهذاك عنده شجاعته في مواجهة قضيته فالاثنين اشتغلوا على خط واحد له الشجاعة في مواجهة قضاياهم طيب عندك هاني صالح الزهيري هنا اقول شهادتي مجروحة صالح الزهيري حضور جميل رائع يمكن ينقصه شيء من الجراءة ان يقدم صوته اللي نفقده كثيرا الجميل الرائع صالح الزهيري عقل يزن عقول كثيرة صالح موجه رئيسي للشباب انا لاحظه تحت الهواء كثير يمسك الشباب كل واحد يمسك الحالة يحاول وجهها يعطي رسائل فصالح احنا اقول اب روح للشباب صالح اعطيه كلمة صالح انا صالح شهادتي في مجروحة قائد فذ وجميل واداءه جميل وروحه ومرحه وماشا الله تبارك الله يعني على اكثر من ستايل بس انا اعتبه على عتب بسيط عتب محب ان عنده في قناته على يوتيوب اكثر من خمسين شيلة هنا تقريبا ما سمعنا لشيلات كثير هو برر لنا لكن لا تلومنا في من يحب سماء صوتك صحيح طيب عندك محمد المسعود محمد المسعود جي ما قلتلك محمد من افضل ما من ولدت برامد الواقع محمد المسعود مشارة وركرة فصيح اللسان بلغ القول محمد المسعود احرص على نفسك توارد اكثر فيه نحتاج 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 كثير توارد محمد المسعود نحتاج وجود كلامك توجيهاتك فيك شخصية ما زالت تحتاج الصعود والخروض جميل محمد المسعود تعلق عليه محمد المسعود كل موحدة اذا بغيت تعرف الاتقان هو محمد المسعود وانا بقول التركيز اللي نقعد نركز على موهبة الصوت الجميل وماشاء الله تبارك الله ادى سعد السباعي سعد السباعي خنقول اذا كنت تبحث عن التربية سعد السباعي يمثلها خير تمثيل اذا كنت تبحث عن رجاحة الاقل اذا كنت تبحث عن جمال الكلمة اذا كنت تبحث عن جمال الحضور سعد السباعي سعد انا اقول ما شاء الله تبارك الله يعني سعد دخل مليء ويمتلك ادوات كثيرة في البرنامج واشياء كثيرة يقدر يكسب فيها يعني مش بعض الشواء مثلا عنده جوكر واحد يقدر لعف فيه سعد عنده عدة اشياء وعوراق رابح يقدر يكسب فيها تدري سعد فيه ميزة انه يحب التغيير بل لكن بما يتوافق مع مبادئ يعني مهتم في الجوانب الشرعية جامع ما بين الامور الشرعية والبداوة والهدوء وانا نتكلم عن البداوة تكلم عن الاصالة والعراقة وتكلم عن المفردة الجميلة اللي سعد يتميز فيها سعد نجم فوق العادة فارس البشيري فارس المشاغب في القرية المشاغب الجميل ابو الاعياد ابو الاعياد الجميل اللي يجيبها دائما على الحمارة انا نقول مشاغب جميل بالامس كان يدوم بعض المراكز في القرية انه ما في فقرات له نتمنى توجيه وتواجد فقرات جميعي له ما زالت شخصيته في الواقع جميع جدا فارس البطل الاول في مدرسة المشاغبين فيه ابطال ثانين معافل في نفس المسرحية فعلا كاسر روتين فيه ميزة فارس البشيري فيه بسمة عجيبة تأسر القلب جميع انا اسمي فارس ابو المواهب عنده اكثر من واهبة ولو ان اليوم في الخيمة يوم انشد لا اله الا الله لا اله الا الله ما شاء الله لو يركز على الانشاد لو يدشن شيلة لو يسوي البوم انا اتوقع انه رجل جميل ما رح يحب الثنى صراحة ويتفاعل معه يتقبل النقد بصدر الرحب صراحة اذا غاب تعرف ان فارس غايب وش موجود كيف كده واع الخواجي واع الخواجي اذا بغيت تعرف واع الخواجي تقول واع الخواجي هو نقل الخبرات والتجارب واع الخواجي هو حب الخير للغير واع لا نقول يغرد خارج السر نعم فقط ونقول واع الخواجي اه ابو الخير وملك المسرح ومو اي مسرح ملك المسرح الفكاهلي طيب اعطيني عمر الملحم عمر الملحم ما شاء الله تبارك الله مبخرة العود حق تدخيل العود عمر الملحم انا اقول ما شاء الله تبارك الله توارد بهدوءة بجمال حضورة عمر ما زال بهدوءة يسحر الجميع وايضا بذكاءه واعلاميته السابقة اللي قدر ينقلها للشباب بهدوء وجمال فخم سياسي محنك يقف في نقطة تبعدنا الجميع دعت المسافة ان شاء الله وبدأنا هو القادم من الخلف علي يشبت عمر الملحم طفت هذي مجي يشبت القادم من الخلف منيف الخمشي منيف الخمشي ابرطيك ابرز ميسة ابرز ميسة في منيف منيف يتحدث باحساسك في قصيته بصوته احساسك يتحدث قلبك يتحدث عندما منيف يتحدث بس منيف على قول تم انزعل قليل ملحة بس هذا دليل على شي واحد وتمنى الجميع يستوعبونه اذا زعل الانسان يبيني اللي في قلبه فمنيف يوم زعل طلع يعني مو باب وجهين اللي يعطيك وجه ويرجع وجه منيف صريح وصادق كما هو شعره جميل برضه منيف يعجبني نوظف موهبته في الفقرات وظف موهبته في المناسبات وظف موهبته يعني اقتناص انا شاعر في كل مناسبة تأتي اتكلم هذا يدل على صدق الاحساس الرجل فاجأنا كنا نتوقع انه بس شاعر انا اللي علاقة في منيف قبل البرنامج كنت توقع انه فقط شاعر واكتشفت عنده اكثر من موهبة حتى انشادته جميل شعرته حلوة تقريبا يعني هو نفس ستايل فهد الشهراني الشعر وشيلات ما شاء الله عليه طيب الطويرش الطويرش انا اقول المشاكس في مع الاطفال المشاكس مع الشباب حضوره الجميل ما زال الطويرش يوجد فيه طفل جميل جدا يحكي لنا قصة جميل في القناة جميل اعطيني عبد الرحمن طيري عبد الرحمن طيري يا الله يصوت يخرج صوت هاي خوف عبد الرحمن طيري الثقافة الفنون الأدب الحضور لو زاد شيئا قليلا جميل عبد الرحمن طيري انا اشوف شوف شخصية جميلة جدا احيان يعاني من ارتفاع معدل المعلومات عنده احيان ثقافته بصراحة احيان ثقافته التحرجة يعني رجل مثقف احيان ممكن يتكلم فيه اشياء قد يكون لحوله يعني ما يدركونها لمن الرجل المطلع اللي اتمنى من عبد الرحمن صاحب الابتسامة وصاحب المرح وصاحب الروح الجميلة الحلوة انه يركز على شيء معين وايضا في موضوع الفلسفة تكلمت مع عبد الرحمن قلت يا عبد الرحمن اما اطلح الفلسفة كمشروع كامل لان الفلسفة فيها مشكلة قليلها يؤدي الى الالحاد وكثيرها يؤدي الى الايمان فانت قفلها او لا تفتحها ابدا فيعجبني تجميل جرأته يعجبني مواجهته يعني يواجهها الرجل ما عنده مشكلة جري ولدت في عصر غير عصري مرة متنبي شباب كان باقينا من الوقت بالله بعطيني الزايد بس وبختم الزايد بس ثانيتين الزايد عبد الرحمن بالرغم نظلمهم اذا تكلمنا عليهم كشخص واحد عبد الرحمن وعبد الرحمن لهم شخصيات منفردة تكلم عنهم اه خافوا براهم نحتاج نتكلم عنهم فعلا خلي يعني انا ودي نخليهم المرة جاي لانه نحتاج نتكلم عنهم في ناس باقي ما جينام صح ايه فيه فقط فيه مجموعة صح ايه باقي مجموعة كبيرة باقي بالدفنة بسالم الخنفري باقي مجموعة بكرا بكرا ومساعد وراشد والذهلي ومحمد عثمان باقي مجموعة كبيرة جدا باقي نتقل بستهم السابقين بكرا مجموعة كاملة الوقت ما سعفنا نرجو انكم قدمنا لكم مادة جميلة رائعة تليق بكم كمشاهدين وايضا مادة جميلة رائعة تليق بكم كمتسابقين وجزاكم الله خير بعد متابعة بكرا ان شاء الله بكرا براهم ممكن نقدر الافنصر براهم بإذن الله ولكم منها كل الشكر جمهور قناة بداية سعيته 56 يوم لإكمال الوقف وما قصر المساهمين سواء اهل المبالغ الكبيرة وسواء اهل المبالغ الصغيرة ونقول جزاكم الله كل خير والله يعطيكم الصحة والعافية ونقول لكم ليال الشتاء الباردة جدا ادفئوها بركعة واذكرونا بدعوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتوجه بإذن الله إلى جمعية سمو المشاهد ماذا يوجد داخل اللوحة تدرا سيدك كل يوم نعيش باقنا حياة والرصيد زاد هذا كسب دينا من لفا يلقى وجيه المسبرات يا هلا وها الهلا باللي يجينا يا هلا والهلا باللي يجينا زد راسيدك زد راسيدك هاتي يا جمهور يدي دوم هات من وبالجمهور والله مرتوينا انت نجمي ما تكفيه الصفات كل دامن يرفع الامتاع بينا كل دامن يرفع الامتاع بينا زي تي 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 تد راسيدك زي تي 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 تد راسيدك يلا يلا جلا زي تي 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 تد راسيدك كل خطوة للمعالي في تباك